جددت الأمم المتحدة تحذيراتها من خطورة ترد الوضع الإنساني في غزة وانتقدت القيود على إيصال المساعدات إلى هناك حيث وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتوريش الوضع في قطاع غزة بالمروع والكارثي محذرا من أن الظروف التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع قد ترقى إلى أخطر جرائم الدولية هل تلقى نداءات الأمم المتكررة بسوء الوضع في قطاع غزة أذانا دولية صاغية وهل تنجح أدول الفاعلة في إيجاد وسيلة آمنة وفعالة لإيصال المساعدات لمحتجها في القطاع من جديد ناقوس الخطر تقرعه الأمم المتحدة بشدة لجلب الانتباه للوضع الإنساني في غزة بعد 14 شهرا من الحرب والحصار ونقص الأغذية والأدوية ومستلزمات الحياة الأساسية هذا الوضع الذي يقارب المجاعة مع تفشي الأمراض وسط الدمار واستمرار الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش بالمروع والكارثي محذرا من أن الظروف التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع قد ترقى إلى أخطر الجرائم الدولية وفي خطاب تلته وكيلة جوتيريش أمين محمد أثناء مؤتمر في القاهرة يهدف لزيادة المساعدات الإنسانية حظ جوتيريش المجتمع الدولي على بناء أسس السلام المستدام في غزة وفي أنحاء الشرق الأوسط وشدد على الحاجة الماسة لمد يد العون لغزة بالأثناء انهار النظام الصحي وأصبحت غزة الآن تضم أعلى عدد من الأطفال مبتوري الأطراف بالنسبة لعدد السكان على مستوى العالم إذ يفقد العديد منهم أطرافهم ويخضعون لعمليات جراحية بلا تخدير حتى المستويات الحالية لإيصال المساعدات لقطاع غزة وصفتها الأمم المتحدة بغير الكافية وبناء على إحصاءات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا لم تتمكن سوى 65 شاحنة مساعدات من الدخول إلى غزة خلال الشهر الماضي مقارنة مع معدل 500 شاحنة قبل الحرب وعربت هيئات المساعدات الدولية مرارا عن قلقها حيال تدهور الأوضاع في غزة وحذرت من أن المدنيين باتوا على شفير المجاعة وأشارت إلى أن كمية المساعدات التي تصل إلى القطاع باتت عند أدنى مستوى لها منذ اندلاع الحرب وللحديث والنقاش حول هذا الموضوع ينضم إليه من جنيفا المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية أهلا بك سيد ليرك على هواء الحرة يعني أولا بنظر إلى كل المحافلة الدولية وكل اجتماعات التي تتحدث هذه النداءات الأممية المتكررة بسوء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة غزة عفوا إلى ما يمكن أن تفضي في النهاية نأمل أن تؤدي إلى تغيير التغيير يجب أن يحدث ويجب أن يحدث بسرعة جدا رأينا غزة ولأشهر رأينا تشكيلة مميتة من احتياجات ووصول أقل من جانبنا لتوصيل المساعدات أيضا سمعنا من القاهرة اليوم أن الجوع يزداد ولا توجد رعاية صحية في غزة لا توجد مياه تقريبا كل بيت أو مبنى في غزة إما دمر كلية أو لحق به الضرر الناس يعيشون في خيام بائسة وهذا أو ماذا سيحدث مع مجيء الشتاء الجو أكثر برودة ولا توجد لدينا طريقة لتوصيل المساعدات اللازمة في هذه المواقف ثم هناك عدم قدرتنا على الوصول إليهم هناك القليل الذي يدخل غزة وعندما تكون هناك نوع من الإغاثة مساعدة طبية أو ملجأ من المستحيل أن ننقلها داخل قطاع غزة إما لأنه لا يوجد هناك نظام أو هناك عمليات نهم أيضا في الشمال الجيش الإسرائيلي يوقفنا يمنعنا من الوصول إلى أناس في أمس الحاجة من المسؤول إذن عن إيصال هذه المساعدات إلى الداخل في قطاع غزة بشكل عام وفي مناطق الشمال بشكل خاص يعني أنت أضفت إلى الظروف الموجودة بالأساس دخول فصل الشتاء الذي يتزامن مع موجات من البرد والمطر بشكل عام من المسؤول عن توصيل المساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة إسرائيل كقوة احتلال هي المسؤولة هي ملزمة طبقا للقانون الدولي أن تسهل الطريق أمامنا كمنظمة إغاثية للقيام بالعمل هذا التسهيل لا يأتي بل رأينا العكس رأينا حرمان قوافلنا من الدخول رأينا تعطيل في كل خطوة على الطريق هذه هي الصورة أمامنا وكما ذكرت وعلى الرغم من أنها كارثية الآن يمكن أن تكون أكثر سوءا سيد لوركا أنت ذكرت ربما في إجاباتك السابقة جملة بأن إسرائيل ملزمة من ينفذ هذا الالتزام؟ من يستطيع أن يجبر إسرائيل أو أن يدفع إسرائيل أو أن يضغط ويملك أوراق على إسرائيل لحملها على تحمل مسؤولياتها الدولية تجاه السكان في قطع غزة؟ نحتاج أن نرى دول العالم أو ما نسميه اعتدنا على تسميته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمارس النفوذ لديها أن تنتهز كل فرصة إلى أقصى درجة من أجل الضغط على إسرائيل كي تحقق وتنفذ ذلك لقد استنزفنا كل إمكانياتنا المساعدات موجودة والتنسيق موجود مكتبي أعدى بنية تنسيقية ويمكن أن نوصل المساعدات بطريقة سريعة وفعالة ولكن نحتاج أن تتوفر الظروف لذلك وإسرائيل ملزمة تتحمل مسؤولية أن تكون جزءا من هذا الحل مثل أي مجموعة مقاتلة داخل قطاع غزة شكرا لك ضيفي من جونيف المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشاي ينسلاركا اشتركوا في القناة